زي ما قلنا لحضراتكو التنمر على سوشيال ميديا أو الكومنت اللي ممكن البعض يعتبرها أمر عادي هي في الحقيقة مجرمة قانونا والقضية اللي مرفوعة ضد الطالب المصري أعتقد أنها هتكون بداية لحالة من الوعي عند الشباب عشان يغضوا بالهم من أي تعليق أو كومنت ممكن يكتبوه على فيس بوك أو أي تطبيق تاني من وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نعرف كل التفاصيل الإجرائية والقانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية وإزاي يكون عندنا وعي كافي وإحنا بنتعامل مع السوشيال ميديا وإحنا بضفتنا الدكتور إيهاب رمزي أستاذ قانون وعضو مجلس النواب سباة خير حداك يا فندم وأهلا بك ما أنا في سباة خير أهلا بك يا فندم وصباة خير على كله أهلا بحضرت أهلا بك يعني يا فندم المصطلح الجرائم الإلكترونية يمكن بالنسبة لنا هو مصطلح مستحدث فحبين نعرف من حضرتك في البداية التعريف القانوني لمصطلح الجرائم الإلكترونية شوفوا إحنا الوقت عندنا طبعا يعني أول قانون صادة بالنسبة لبقامة الإلكترونية كان في 2018 بيجرم كل الجرائم والتدخل على كل الحسابات الخاصة سواء حسابات إلكترونية أو معلوماتية أو شبكات معلوماتية أو شبكات اتصالية يعني كل صور التجريم الخاصة بالشبكات معلوماتية إحنا عندنا والحسابات الخاصة الحسابات الخاصة دي ممكن يكون بريد إلكتروني ممكن يكون زي ما تقول حضرتك نتكلم كده بالفيسبوك واتساب فيبر تليفونيك تليفونيك يحمل مستودع سيريك ده بنوع لي معلومات مستودع في مجموعة من المعلومات وبالتالي أنا أخترق تليفون أخترق حساب شخصي على فيسبوك أو بريد إلكتروني أو برنامج داخل التليفون أو برنامج على الكمبيوتر أو كل هذه الأمور أصبحت مجرمة تجريم جنائي يعني يستوجب عقوبة جنائية وبالتالي ده مجرد الدخول أو مجرد الاختراق يعني الاختراق أو دخول أو بطريق العمد أو بطريق الخطأ يعني أنا متعمد أو دخلت الخطأ وأبقيت نفسي على الموقع الخاص بالأشخاص طيب عندنا ده مش كمان مجرم الأشخاص بس لا ده مجرم كمان المراكز المعلوماتية والمواقع المعلوماتية الخاصة بالدولة فعندنا جريمة لشبكة معلوماتية خاصة بالدولة أو جريمة لشبكة معلوماتية خاصة بأشخاص وسواء شخص طبيعي أو شخص معنوي بالتالي كل هذا الأمر تم تجريمه بمجر قانون يحمل جزاء جنائي أي عقوبة سالبة للحرية وغرامة في كل هذه الصواة وإذا ما هو عيد تاني سواء عن طريق العمد أو بالخطأ أو بالخطأ وأبقيت نفسي عليه يعني دخلت خطأ كده على البريد الإلكتروني بتاع حضرتك وفضلت قاعد ما أخرجتش نفسي تاني يعني بدأ بالخطأ أو أنا متعمد أن أنا اخترق البريد الإلكتروني بتاع حضرتك وبعدين غير بقى ده مجرد الإختراق غير بقى أنا ارتكبت إيه بقى أسأت استخدمت المعلومات فيه جميع سرقت معلومات يعني ممكن أن أكون أسأت لحضرتك ووجهتلك سب أو شتم أو تنمر أو أي إن كانت الصورة أو إن أنا سرقت معلومات من عند حضرتك مثلا أو إن أنا استخدمت في إساءة لآخرين يعني واحد واخد حضرتك الموقع الإلكتروني أو الفيسبوك بتاع حضرتك كده وروحت إيه موجه سب وشات من الآخرين أو أسأت لشخصك يعني وجهت سب أو قصف أو يعني أبارات سخرية لشخص حضرتك من خلال الموقع الإلكتروني طب دي يثبتها إزاي القانون لو حد دخل على حساب حد ووجه سب وقصف أو شات من حد تاني شوف أقولك حاجة أحنا الأولى هل نتكلم عن تجريم بصفة عامة الفعل ده مجرم أو مش مجرم وبعد كده بنخش في الإثبات يعني ده سبت في حقك ولا سبت في حقك مسألة الإثبات دي بتثبت بكافة طرق الإثبات في عندنا إثبات مثلا عن طريق أيضا وسائل تقنية معينة ده أعرف الحساب الإلكتروني بتاع اللي أنا الشخص اللي اخترك الحساب الإلكتروني بتاع حضرتك ده أو الحساب الشخصي بتاعك جاي مين؟ مين هو؟ إثبات مين هو ده بقى فيها جزء فيها برضو تقنية حديثة يعني وتقنية تكنولوجية ممكن أعرف النت اللي أنت استخدمته ده صادم منين؟ والنت ده يعني موقع النت نفسه مركز النت بتاعه وبعدين أشوف المشترك مين؟ وبعدين صادم من أنهي مكان أو منزل أو كده وده خاص مين؟ وبعدين أخش بقى بتقنية تانية أشوف حضرتك مين المستخدم لهذا الموقع والمستخدم ده شخصه مين؟ فبقى أقدر أعرفها بوسائل تقنية تكنولوجية أو وبعدين بأيجي بأشوف مين المشترك بقى ومين شخصه ومين اللي بيستخدمه بسأل حضرتك لأنه أكيد حدك متابعة الواقع بتاعتك وممكن تخش عن طريق التليفون يعني ممكن أخش عن طريق الكمبيوتر في البيت أو ممكن أختارك ده عن طريق تليفون الشخص اللي في إيدي بيوصلوا لكل المعلومات؟ آه يعني أنا عندنا الحمد لله فيها يعني التقنية المعلوماتية دي مصر بتتمتع بيها معاكدنا جهاز مخصوص جهاز كبير جدا في وزارة الداخلية خبر حضرتك خاص بكل جرام الالكترونية دي عظيم أنا بستوضح من حضرتك النقطة دي معلش يا جمان عشان الطالب نفسه قال أنا إثبته أن أنا كتبت أنا ما كتبتش حاجة ومفيش أي حاجة موجودة على حساباتي ده بالنسبة للطالب المصري ومفيش أي حاجة موجودة على حساباتي وطبعا الحاجات دي مش موجودة وبيقول إن القادة للجنية حتى الآن ما أثبتتش لكن الحاجة بتوضحينا وبتأكد لنا أنه بالفعل لو هو اللي كان كاتب هتثبت هتثبت عليك بشي أقولي حاجة ما أنا بقوله حاجة هو هيشوفه هو يستخدمه عن طريق تليفون محمول ولا يستخدمه عن طريق كمبيوتر في البيت حتى لو تم حصف التعليق يا فندم؟ حتى لو جايما وقعت يعني أنا الوقت أنا علقت التعليق والتعليق ده يحمل قصف أو سب أو تنمر معناه في الآخر وبعدين حزفته من العقاب لأن الجريمة وقعت وتستحق العقاب بمجرد إصدار التعليق أو العبارات المسيئة أو التي تحمل تنمرا للشخصية طيب أستاذ إيهاب إحنا دلوقتي معنا على تليفون الأستاذ سيد سلامة محامي الطالب المصري المرفوع ضده القضية لكن طيب واضح أن الاتصال لسه مش جاهز بس خلينا نتكلم على قضية باشفرد والطالب محمد عصام يعني بحدك أكيد متابعة القضية لو نتكلم عن نجم لعب كرة كبيرة زي واشفرد ويرفع قضية على طالب مصري كتب عنده تعليق أكيد نجم زي ده مش أول مرة يتكتب له تعليق وأكيد بنشوف في كل العالم الحقيقة أنه وقائع التنمر دي بتحصل بس عايزة أعرف من حضرتك من خلال متابعتك حتى الآن إيه هي أركان القضية أول حاجة بس يعني أنا الحقيقة مش عارف العبارات إيه يعني أنا مش ملم بيها عند حضرتكم العبارات يعني لأنه لابد إحنا ك إحنا العبارات يعني مش حقيقة حتى لو موجودة أنا أفضل أول حاجة أول حاجة ده عندنا فيها الفعل يدفيه أكثر من جريمة يشك delay أكثر من جريمة أول جريمة هي جريمة التنمر أو جريمة السب يحاملّا aujourd'ي أني هقولني في الصباح أول برضو للمؤاطن كده أو الجمهور أول حاجة السب اللي هي الشتمة الطّنمر اللي هي السخرية إن أنا أصخر من حضرتك أصخر من شخص زو شخصية عامة المصدر السخرية ده ممكن يكون مثلا متعلق باللون أو الجنس أو إعاقة أو يعني ضعف المجنة عليه نفسه يعني باستخدم حالة أو ضعف المجنة عليه ممكن أصخر من فقير إنسان فقير ممكن أصخر من إنسان زو احتياجات خاصة ممكن أصخر من النجم زي النجم الكوكراوي أو النجم السينمائي أو كلا هذه السخرية بنقول عليها تنمر والسب بنقول عليه شتم أوكي عشان نفهم الله طيب أنا دخلت بقى العبارات إيه؟ هل العبارات إن أنا بأصخر من النجم ده أم عبارات شتم صريحة والشتم دي بيحكمها برضو ثقافة اجتماعية يعني بقول له حضرتك مثلا مثلا يعني أقول له حضرتك إيه؟ أنت يهودي طيب أنت دي شتم قاعدنا في مصر شتم لكن بره مش شتم فلابد إن العبارات حسب الثقافة المجتمعية حسب هنا في المجتمعنا تعدي شتم ممكن ما تبقاش في الخارج ما تعدي الشتم والعكس هل لو الطالب أخذ براءة هم قالوا إن هم هيرفعوا هيتطلبوا تعويض الألية إيه؟ وهل ترفع هنا في مصر أولا؟ أول حاجة إحنا طبعا إحنا مستقرين على إن العبارات دي تشكل جريمة تسب أو تنمر أي إن كان يعني إحنا لعبارات بس يعني الزميل الأسترسايد يعني أشعر إنه فعلا العبارات تشكل جريمة الأمر الثاني نخش في مسألة الإثبات هل هي ثابتة قبل ابننا ده ولا مثل ثابتة قبله المسألة الإثبات دي فيها أمور فنية شوية زي ما قلت حضرتك ومنشوف إنه الموقع ده مين المستخدمه؟ وهل قدرنا نوصل لحائز هذا الموقع؟ واللي هو بيستخدم هذا الموقع شخصه معلوم لدى الجهات التحقيق؟ ولا لا؟ يعني ممكن ما نقدرش نوصل يعني من ناحية الفنية ما نقدرش نوصل لمستخدم الموقع؟ دي نقطة حقيقة تانية ودي طبعا التحقيقات بتصفر عنها والمسألة مسألة إثبات والقادي في الآخر بيحكم بأدلة سواء أدلة فنية بتقدم من المختصين أو أدلة قولية مرحبا حضرتك أو أدلة مادية فإحنا عندنا إذا كان القضية خلق قضية يعني إحنا مش بكلم عليها خلق قضية لأن القضية دي بسألت الإثبات فيها ماء لها أدلتها وماء لها في الآخر المحكمة ووالأمر يعود إلى القاضي وأو المحكمة المختصرة المحكمة اقتصادية إحنا في الآخر عندنا جريمة بنتكلم على الجريمة بصفة عامة كجريمة أن الجريمة دي يا جماعة معاقب عليها في القانون المصري وتعرض الشخص عشان دي مسألة يجب سقافة قالونية مفروض يكون ملمي بيها كل الشعب عشاننا كبير نوعي أولادنا مظبوط وعشان نوعي أولادنا لازم نعرف عقوبتها بالضبط لازم نعرف عقوبتها وعقوبتها كبيرة ما هيش عقوبة صغيرة لأنها بس هي فيها عدة جراين في جريمة السب نفسها أوكي يعني وفي جريمة السب عن طريق التواصل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي ده نخش فيها في عدة اختراق حساب شخصي دي جريمة وعقب علي بغدر نظر عن السب يعني بغدر نظر عن السب حضرتك انتهاك أو اختراق هذا الاساب والاساءة من خلال هذا الاساب ده أمر تاني سرقت معلومات ده أمر رابع كل حاجة ليها عقوبتها كل حاجة ليها عقوبتها يقول جريمة شوف احنا اتكابنا كام جريمة اتكابنا كام جريمة بفعل واحد عشان بس نوعي أولادنا في هذا الموضوع وأن العقوبة فيها الحد الأدنى فيها تبدأ تبدأ كل واحدة فيها تبدأ من ستة أشهر يعني السب والقصف ستة أشهر وغرامة عقوبة الاختراق الحساب الخاص ستة أشهر تبدأ وإلى ثلاثة سنوات يعني إلى الحد الأدنى فيها وفي جرائم فيها من سنة لثلاثة وفي جرائم يوصل لخمس سنوات حسب الفات حسب الفات يعني مثلا مدافس في مدرسة يجي قوله مثلا لشخص مثلا يعني 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 يلقي أو يقذف يقذفه بعبارة تسيق إليه أو يستغل ضعفه هذا الأمر يصل إلى خمس سنوات شوفوا بقى حضراتكم طبعا ده كله عشان دي ثقافة قانونية لابد أن يلمي بها الشعب المصري كله عشان نوعي أولادنا ونحمي أولادنا ونحمي أولادنا يفتكروا أن المسألة اللي بتتقال في الشوارع دي لا دي بقت معاقب عليها وبعدين التليفون اللي في إيديك ده ممكن يعني يضيع مستقبلك صحيح ما تتخيلش أنت آت في بيرك طبعا شفنا للأسف مشاكل كتير جدا وشفنا حوادث كتير جدا قدت للأسف حتى الانتحار لهذا انتحار ودخول السجون طبعا ودخول السجن بقى قريب جدا هذا كلنا نفهمين أنه كل ده معاقب علي قانونا وأنه عقبته سالبة للحرية تؤدي بك إلى السجن يعني فبالتالي كلنا نزم نعي هذا الأمر بكل تأخير بكل شكر لحضرتك شرفتان ونورتانا دكتور إيهاب رمزي استاذ القانون وعضو مجلس النواب شكرا جزيلا يا فان شكرا خالص فأنا من كل سنة طيبين حضرتك طيب صباح الخيام صباح الخير يفهمي بار حضرتك